لا يزال ذلك المشهد عالقاً في أذهان الكثيرين ليس فقط في الولايات المتحدة بل في مختلف دول العالم ثلاث هجمات متزامنة بطائرات مدنية مختطفة ارتطمت اثنتان منها ببرجي مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك بينما استهدفت الثالثة مبنى البنتاجون في مدينة أرلينغتون بولاية فيرجينيا في حين فشل خاطف الطائرة الرابعة في الوصول إلى هدفهم في واشنطن بعد اشتباكهم مع ركابها فسقطت الطائرة في أرض خالية بولاية بنسلفانيا القريبة من واشنطن كان المشهد مرعباً للجميع ولم تفوت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دابليو بوش الفرصة فسرعان متهم تنظيم القاعدة بالمسؤولية عن الهجمات وهو التنظيم الذي كان يتخذ من أفغانستان ملاذاً آمناً له تحت حكم حركة طالبان فقرر بوش غزو أفغانستان لإعادة الحرية لها ومحاربة الإرهاب عبر إسقاط حكومة طالبان والقضاء على تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن ولم يكتف بوش لبن بغزو أفغانستان فقرر غزو العراق حاشداً لذلك أكثر من ثمانين دولة تحت نفس المزاعم المتعلقة بإعادة الحرية والقضاء على أي تهديد محتمل للأمن القومي للولايات المتحدة أو لحلفائها غير أن التاريخ يأبى إلا أن يعلم الجميع الدرس فبعد عشرين سنة من الاحتلال فشلت أمريكا في إعادة الحرية المزعومة بل إن حكومة طالبان هي التي عادت لحكم أفغانستان بعد خروج مهزوم للقوات الأمريكية بينما الصورة في العراق أكثر قتامة فالاحتلال الأمريكي لم يخرج من العراق ويتركه للعراقيين وإنما سلمه لاحتلال إيراني ميليشيوي يتخفى وراء ستار الولاء للطائفة والمذهب وهو الأمر الذي أوجد انقسامات بالغة الخطورة في الجسد الوطني العراقي ما يؤكد أن الحرية لا تأتي فوق دبابات الاحتلال وإنما تصنعها الشعوب بتراكم جهودها وتضحياتها ترجمة نانسي قنقر